نحمده ونستعيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا ويهده الله فلا هذلنا ومن يمذل فلن تجل له وليه ورشه وأشهد الله إله إلا الله وهله لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا أبده ورسوله المبعوث رحمة الله العالمين يا أيها الذين أعملوا تقول الله أطلقوا راته ولا تنجون إلا وعبوا مسلمون يا أيها الناس تقول بكم الذي خالقكم من نفس مرهنة وخلق منه حز وجه وبث منهما رجالا كثيرا وعزاءا واتقول الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أعملوا تقول الله وقولوا قولا صديقا يشده لكم آباء لكم ويبثل لكم ضمبكم ومن يمتئ الله ورسوله فقد فاظ بوغا عظيمة أما بارك إن أصدقى من هديث قلام الله وخير الحديث حديث نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مولتاتها لكل مهددة منع وكل منع بلالة وكل زلالة في النار أجار لله إياكم من النار أما بات أيها المسلمون ما عسى أن يكون هكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي واجبة على كل مسلم قطعا ويكينا والعدلة على ثبوت وجوبها كثيرة ومن ذلك قول الله تعالى كن إن كان أبوكم وأبناءكم وإخواركم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال لقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أهب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بعمره والله ما يهد القوم الفاسقين قال القضي إياه فكفى بهذا حق وتنبيه وجلالة وهجة على انتظام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فردها وعظم خطرها واستهقاقه لها صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة فهذه آية عظيمة تبين أهمية وجوب هذه المهبة ويأتينا كذلك دليلا آخر وهو عظيم وموجز وبليغ في قول الله أزا وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأخواجه مهاتهم ويبين ابن القيم رحمه الله تعالى الدلالة على وجوب المهبة في هذه الآية من وجوه كفير الأول أن يكون أحب إلى الأبد من نفسه لأن الأولوية لأن الأولوية أصلها الهب ونفس الأبد الهب إليه من غيره وما هذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى به منها أي أولى به من نفسه وحب إليه من نفسه بذلك يحسن له اسم الإيمان ويلزم من هذه الأولوية والمهبة كمال من القيام والضاءة والردى والتسليم وسائل اللوازم المهبة من المدى بهكمه والتسليم لعمره وإيثاره على ما سوى أيها الإخوة وأما الجانب الثاني أن لا يكون للأبد هكم على نفسه أصلا بل الهكم على نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهكم عليه أعظم من هكم السيد على عبده أو الوالد على ولده فليس له في نفسه تصرف إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به من نفسه أي بما جاء به لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى لَكَنْ جَعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِدْتٌ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّهِيمُ فَإِنْتَ وَالْلَوْفُقُ الْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا جِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَتْ وَهُوَ رَبُّ الْحَسْبَاتِ أيها الإخوة والآيات كثيرة وفي ذلك قولهم تعالى كل إنكم تُمتهمون الله فاتبعوني ليهببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكذلك من هذه الآية الأذلة عظيمة الشاهدة على محبة وجوب النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا نزار بأن محبة الله واجبة وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومهبته طريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى فما قال صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أحب الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون أما أهديث الرسول في هذا الجانب فسريعة واضعة في الدلالة على وجوب هذه المحبة ومن ذلك الهديث ومن ذلك الحديث المشهور الماثور الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه واخرجه البخار قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مماله وأهله ووالده وولده والناس وكلنا يعرف هذا الحديث المشهور في قصة الفاروق أمر بن الخطار ربي الله عنه لما قال أمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال أمر فإنه الآن والله لأنت أحب إليه من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام آل آل يا أمر إخوة دماء ولم يكن قول أمر ولم يكن قول أمر الأول ليس مهبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك إنما أخبره من مقتدى الأصل الطبيعي عن الإنسان أن أعب شيء إليه نفسه ومن العدلة كذلك ما ثبت في هديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور المحفوظ ثلاث من كن فيه ودن بهن ألاوة إيمان أن يكون الله ورسوله أهب إليه بمسي وهما وأن يهب المرأة لا يهبه إلا لله وأن يكرى أن يعول في الكفر كما يكرى وأن يقضى ظهر في النار أيها المسلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله سبحانه وتعالى أما الإدئاء والكلام المجرد فمركب كل يأكبر وكم زعموا أنهم يهبون الله ورسوله وكم خلفوا ولكن ندين الست هو العمل هو اتباه كما قال تعالى قل إن كنتم تهبون الله تتبعوني يهببكم الله ويعفر لكم تجربكم الله وقفر رحيم قل أطيب الله وقفر رسول فإن تولوا فإن الله نبيه الكافرين بل الله هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا نبي الله محمد بن عبد الله سلوات الله وسلامه عليه إن الله وملايكته يسلون على النبي ياهو الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وصليما اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم لإنك عبد الرجيم ورد اللهم عن قلفائه الراجحين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمقية الصحابة وكبه التابعين لهم بإمسان إلى يوم الدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وليالكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك ورحيم وقول ما تسمعون وأستأكفر الله لي ولكم ورسائر المسلمين والمسلمات من كل ذا من مستأكفره إلاكم والرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له ذلك واشهر الله إله إلا الله وحده بلاشر إكلا واشهر أن نبينا محمدًا أبدوه ورسوله الممرور ورحمة للعالمين وحسب الله سبحانه الله تعالى تعالى صلى الله عليه وسلم موسيقى فَدَكَ اللَّهَ تَعَلَىٰ قُلْ إِمْكَانِ عَبَرُكُمْ اللَّهَ تَكِتِلَسُمْ إِيَّا يَنْسُمْ دَكَكَ النُّسُمْ وَعَبُنَاوكُمْ دَعَعَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَزُوَاتُكُمْ دَمَاجَوْكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ دَدَنِّيُمْ وَعَمْوَالُنِي قَتَرَبْتُمُهَا وَعَزُوَاتُونَ وَعَجَمْ وَعَجِيَةُ perm portal الله ورسوله يومانا شيني يبقى ناوانا بنا الله وجهادين بسبيله دكما إن جهادين يومانا الله سبحانه وتعالى سيألانا جهتون تارف وصوله في جغة جغة عزابة الله حتى يأتي الله بعمري هر الله يتولى نمر سمع لم يسكة شيني عزابة المنية والله نا يهتون توم الفاسقين للي الله بأي شين دوري فاسقين يوماني سبيعونا نقاب بواقنا تفس نقاب بأي شيني يوماني سبيعونا نقاب بواقنا تفسير وعموالني كتاركتموها دوكيامو دكاسوانتو دو جانزماو إموانن أقبوا صنع الله دو جانزماو اللا يتحب في زمن جغة جغة ومتى أذار عزابة الله والله اي سوره وان نم آيام أنه يذكر سيئر الله سلمي كان لهم من قادئيات للمفقوا يأتي شيئيونون كون الرماني سفينا وانا قتحه وانا قتحه وانا قتحه وانا قتحه وانا قتحه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 يا رسول الله يا رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة . ترجمة نانسي قنقر المترجم الى القناة أقول الله صلى الله عليه وسلم ها لكن تقول الله تعيشن الله تعيشن الله تعيش آيام وعطي الله تعيشه رسول الله إذا فعلت إذا شاء جهلا اليسر يسعى تخيط لمقوة الله فإم الإلهي بالكافيرين لأنه يسعى ما يسعى إنك يسعى ما يسعى فإذا سعى نفسنا نفسه فإذا سعى نفسه نفسكم الله سبحانه وتعالى 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 وينفى عن الفحشان والمكلم والبذل يعرفوا لا لهم لا تقرون وعرفوا بآل الله إذا أهدتم ولا تنقذوا بالأيمان بارتة وكيدية وبرتة وأهدتم لله عليكم كفيرة إن الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله العظيم للجنين اذكروا واشكروا على منعبه فيكم ولا ذكروا الله أكبر الله يعلم تسلمون تسلمون